وتعد السياسة التي انتهجتها قطر خلال الفترة السابقة والحالية مخالفة صريحة لأهم مبادئ النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة عضو في المجلس بعد أن صبرت دول الخليج وصابرت على رعونة قطر السياسية ها هي قطر تنذر على نفسها إلا أن تكون حبل مشنقة تضيق خناقه على نفسها شيئا فشيئا وقد تبتر بذلك دولتها الصغيرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقطر اليوم هي قطر الأمس هي قطر التي خالفت أهم وأسمى مبدأ بالنظام الأساسي لمجلس التعاون والذي آمنت به الدول الأعضاء منذ التأسيس وهو الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي وعدم دعم الإعلام المعادي ولكنها عملت على النقيض ولطالما حافظت دول المجلس على فعاليتها الإيجابية تجاه شقيقاتها إلا أن قطر لم تدرك المصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع شعوب دول المجلس والتي توافق عليها الأعضاء استنادا إلى الاتفاقية الأمنية الموقعة بين دول المجلس والتي تنص على أن الحفاظ على أمن الدول الأعضاء هو مسؤولية أمنية جماعية يقع عبءها على جميع الدول الأعضاء ولكن قطر لم تلتزم فقطر تدخلت في شؤون عدد من دول المجلس وعلى رأسها البحرين من خلال دعمها لجماعات إرهابية هدفت إلى إسقاط النظام الشرعي في مملكة البحرين عام 2011 وكانت لقطر سوابق عديدة في زعزعة أمن البحرين من خلال دس الجواسيس من أفراد استخباراتها في البحرين كما كانت قطر سباقة في تزوير الوثائق أمام محكمة العدل الدولية التي قدمت لها وثائق مزورة في محاولة منها للسيطرة على جزر بحرينية زورا وبهتانا ولكنها باءت بالفشل أمام ما قدمته البحرين من أدلة قاطعة على أحقيتها في الحفاظ على حدودها الجغرافية والمعترف بها دوليا وعلى الجانب السياسي عمدت قطر على تأسيس مراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية والتي استغلتها في تدريس وأدلجة النشطاء السياسيين في البحرين في محاولة لتجنيدهم ضد أوطانهم وقلب نظام الحكم بالتعاون مع عدو المنطقة الأول إيران علاوة على الدعم القطري الكبير من خلال قناة الجزيرة أداة الخطيئة الكاذبة التي لطالما بثت الأكاذيب والمعلومات المغلوطة والمفبركة عن مملكة البحرين وعمدت على تضليل الرأي العام الدولي فماذا تريد قطر بعد أن طعنت أخواتها من دول المجلس غير القطيعة وهل تركت لنفسها فرصة واحدة تبرئ بها نفسها أمام الرأي العام الدولي أو حتى أمام رعاياها من غير الإرهابيين الذين تأويهم لتنفيذ مخططاتها ترجمة نانسي قنقر